اشتركوا في القناة جهاز العاب القوة عشان نتكلم معاه عن العاب القوة في الناد الاهلي وخارج الناد الاهلي على المستوى الافريقي والعربي والمحلي والدولي كمان بنعانى دكتور او كابتن ياسر داود رئيس جهاز العاب القوة بنرحب بك انا كابتن ياسر منورنا كل ساعات طيبين ومعانى نجم كبير في النادي الاهلي ونجم كبير لمصر وكلنا امل وطموح واحلام هنعيشها معاه لاننا كلنا مواثقين فيه ومدعمين ولان نجمينا ده ان شاء الله بازن الله هيتوج بازن الله ان شاء الله. كذلك مرة بقولها بازن الله يكون متوج في توكيو عشرين عشرين لان ده امل من امال مصر في الولمبياد اللي جاية كابتن ايهاب عبد الرحمن نجمنا الكبير كابتن ايهاب. منورنا ومشرفنا. ربنا خلحها يا كابتن والله ده شرف ليه والله. بجد سعداء بيك. ربنا خلحها يا كابتن. ودائما لما بتيجي سيرة كابتن ايهاب عبد الرحمن بتيجي سيرة الولمبياد حلم توكيو. ان شاء وانا بستعد كواس جدا وان شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا يعني يقدرني واجيب المدالية بإذن الله بإذن الله هنقايش مع كابتر إيهاب عبد الرحمن دلوقتي وهنتكلم وهنفتع حديث كتير بس خلينا نروح لتقرير عن كابتر إيهاب عبد الرحمن وترجعونا مرة تانية سطر إيهاب عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني الأول لألعاب القوى ونجم النادي الأهلي اسمه بأحرف من نور بعدما نجح أن يكون أول مصري يتوجو بميداليا في بطولة العالم لألعاب القوى التي حصدها في نسخة 2015 التي يقيم بالصين بعدما حقق رقما يقدر بـ 88.99 متر ابن الشرقية من مواليد لول من مايو عام 89 يبلغ من العمر ثلاثين عاما لديه الكثير ليقدمه لمصر ولناديه الحبيب لسيما أنه يمتلك موهلات جسدية وذهنية تواهله للوقوف على منصات التتويق بدورة الألعاب الأولمية المقبلة المقرر إقامتها صيف العام الحالي بالعاصمة اليابانية توكيو البوب كما يحلو لأصدقائه أن يلقبوه قدم الكثير لألعاب القوى المصرية توجب العديد من الميداليات على كافة العصيدة سواء بطولات افريقية أو عربية أو فرانكوفونية أو بطولات البحر المتوسط أو حتى بطولات عالم إيهاب عبد الرحمن لديه شغف كبير لدخول المجد من أوسع أبوابه فحرصه على تدريب بشكل منفارد برغم إيقافه حافظ له على لياقته البدنية والذهنية قبل أن تنتهي مدة إيقافه منذ يومين بالتحديد وبالحديث عن ألعاب القوى الأهلوية بشكل عام سنجد أن المارد الأحمر سيطر خلال الفترة الماضية على جميع البطولات المحلية بالفوز بكل البطولات بداية من بطولة منطقة القاهرة ثم كاس مصر ثم بطولة الجمهورية في جميع المراحل العمرية من 12 و14 و16 و18 و23 سنة عموم رجال ونسات ننتظرهم اللاعبين في ألعاب القوى أن نزيد من البطولات في الفترة المقبلة دائما شفنا قدامنا التقرير عن نجم الكبير معنا كابتن إيهاب عبد الرحمن فعلا كلنا طموح معاه وأمل في اللي جاي لكن عايزين نسترجع معاه شوية حاجات سريعة عشان نخش على الأهم كابتن إيهاب أكيد لازم نرجع لنقطة الإقاف مش هنتكلم عليها لكن نقطة الإقاف حاسيت بإيه سعيتها بالزبط ساعة ما توقفت والله طبعا حاسيت الدنيا سوادة قصادي وكل حاجة ويف قصادي بس معرفش أنا حاجة جات على بالي لا الحمد لله أكيد في حاجة هتحصل وأنا مشيت وراء كل حاجة عشان أثبت إن أنا مأخدتش حاجة ورحت وجيت وحاولت إن أنا أقول أنا فعلا مأخدتش حاجة عشان أنا فعلا مأخدتش حاجة هي غلطة اتضح إنها غلطة عرفت إن السبب غلطة في حاجة معينة أنا غلطت إن أنا ما كنتش بتابع أو ما كنتش بارجع للنادو المصري فيها وإنحمد لله خلاص أنا تعلمتي من حاجة دي بس بعد كده بقى بدأت اللي هو خلص بقى الحمد لله بس مش هقف مش هقف حياتي عند الحتة دي بالزات لأنا هكمله هتمرن وأكيد هرجع ولازم لما أرجع لازم أرجع أبقى أحسن من الأول إن شاء الله ما ينفعش إن أنا أرجع لسه أبدأ عمل صفر تاني فكملت واتمرنت وانحمد لله ربنا كرمني وهدي نهور جاك عندك نقطتين نقطة الحزن دي كانت نقطة لكن نقطة الفرحة الكبيرة برجوعك مرة تانية تحكي لي تلقيت الخبر إزاي؟ والله حياتي هو أنا كنت قاعد دكتور أسامة تكلمني قال لي أن أنا أكلم دكتور هناء فكلمت دكتور هناء فدكتور هناء قالت لي مبروك الإقاف في تشال وإنت دلوقتي تقدر تلعب من يوم 20 واحد أنا طبعا في الأولى ما كنتش مصدق بصراحة بس إنت آخر مرة قلتلي إحنا نسا بنتكلم في شهر أربعة بين حيول أنا كان كل طموحي وأملي أن أرجع في شهر أربعة إنما أنا دلوقتي فجأة لأ الوقف تشال خلاص لمدة تشالت إنت دلوقتي تقدر تلعب من أول شهر من أول 21 واحد أو 21 واحد إنت خلاص دلوقتي حر تقدر تلعب فبصراحة أنا بشكرهم على الهواء دكتور أسامة ودكتور هناء بصراحة بزلوا مجهود خرافي خرافي وطبعا باش مهندس هشام ومع الوزير والنادي الأهلي طبعا اللي دايما يعني وقف جنب اللعيبة لعبته وولاده ومن الغير من الغير تفاصيل يعني من الغير ما بيقول يعني دايما وده دعت النادي الأهلي هو بيشتغل في صمت دايما دوره كبير ودايما دايما شغاله ودايما ما بيسبش لعيب من عيبته أو ابن من ابنه ولا أي حد قرق للنادي حسيت في الأزمة دي إن النادي الأهلي جوى بيتك طبعا أنت يعني جوى البيت الكبير النادي الأهلي طبعا طبعا بص الله حيك على حاجة أنا النادي الأهلي من يوم دايما توقفت لعندي النهاردة وانا مش حاسس إن أنا يعني بيت يعني هم على طول موجودين معايا هم على طول دايما متابعة في التمرين متابعة في كل حاجة دايما في ظهرك دايما بيساعدك مجهود جبار الناس كلها هنا ما فيش حد بيسيب زي ما قولت حيك عرق للنادي الأهلي النادي الأهلي دايما واقف جنب أولاده النادي الأهلي دايما بيساعد بس مش لازم يقول النادي الأهلي عمري ما قال أنا بيعاب بعمل الأهلي بشكر مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيف وكل عضا مجلس الإدارة كلهم بشكر العميد مرجان آآ اللي بصراحة زي ما اقول زي ما قلت قبل كده ارجع اقول بصراحة اخ كبير لنا كلنا من اول يوم لان داخل يوم متواجد معانا اتصال مساعدة اي حاجة اي حاجة ما بيبخالش علينا باي مساعدة خالص انا بشكرهم كلهم طبعا كابتن ياسر داقود طبعا يعني آآ جهاز اللي تعبان معانا على الطول يعني فاحب اشكره طبعا على الفترة الفاتي اديكم لها يا رب بقصد الله خبر رفع الاقاف عن ايهاب عبد الرحمن ادانا حلم تاني حلم مختلف طبعا شفته زي كابتن ياسر والله شفته فتحة خير بالذات في عشرين عشرين اول سنة اول السنة اه طبعا حاجة جميلة يعني اه بشرة خير زي ما الاغنية الشهيرة اه بشرة خير طبعا كلنا كنا هو كان حلم اللي هابوا لينا ان ان اه وكمان ان الاقاف يجي بادري رفعه الحمد لله ده ادانا اه شوحنة معنوية كبيرة حتى ان احنا نشوف ايه اللي نقدر نساعده بيه يعني لو كان الموضوع ومؤجل لغاية شهربعة لقد احنا بقنا درقتي في في يناير هم وكل الناس لما هو قال اه من اول اه كابتن محمود الخطيب لعدم اجل الصدارة للجهاز العرب القوى للاتحاد للدكتور اسامة كل الناس اه بنرجع تاني اقول الامل بقى عند المصريين وجماهيري وقول محبين الناد الاهلي بتحديدا يعني يعني يخصهم بالذكر كان عنده دعم جماهيري جبير بصراحة اه انا بصراحة صديدة شفت دعم لجماهيري بجد جماعة شفت دعم جماهيري للعيب العاب القوى لان انا العاب الاخرى فاكيد كابتن ايهاب زي فشفت دعم جماهيري كبير جدا لهاب عبد الرحمن فعلا كانت حاجة جميلة جدا من ساعة ما توقف لغاية وقتنا هزا دعم 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 ودي شيء مهم جدا في الرياضة لاي واحد بيلعب الرياضة برا كرة القدم فضل الكابتن من جي حقيقة لان في في ناس بيسألونا تحديدنا بيسألون ايه ناس احيانا مهاش اخبار رياضة يعني مثلا اه موظفي وعمل الامن اه الناس بتوع النشاط رياضي ناس اه برا الناد الاهلي في 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 موقف في مكروباس في اخبار اهاب اهم يعرفوا بس يشوفوا اخبار اه كابتن بتاع الرمح ايه اه صح صح في متابعة حقيقة يمكن هو ده ما يعرفوش شواء انما في متابعة كبيرة ليه وكلنا امل والناس ليه حق يعني اكيد واحنا ان شاء الله طبعاين في الامل ده وبازن الله خير ان شاء الله هنكلم على الامل ده مع كابتن اهاب بس خلينا في العاب القوة وهيمانة مشاء الله مشاء الله عشان عايزة تقولي كتير علي كل حاجة رجال سيدات شباب ناشئين ناشئات كل حاجة فيها ايمانة من قضاء العاب القوة في الناد الاهلي على بطولات العاب القوة جيزة يا كابتن اهاب والله كابتن خالد احنا يعني في كل ما بنقعد اه اجتماع حتى في المستوى نشاط رياضي بنقول ان احنا الحمد لله بنقلص من بطولة بنكون عندنا الخطة بتاعت البطولة بعدها يعني معرفش ليه تعودنا على كده مساءات ان دخلنا الناد الاهلي هو الناد الاهلي كده دي حقيقة بطولة تخلص في الدولاب دي حقيقة دي حقيقة يعني احنا اول موسم بتاعنا بنخش بنخبط في الكهاز نطلع من الكهاز بنبتين جاهز للبعض يعني احنا في نهاية موسم موسم الجديد اه الدنيا شغالة كده فاحنا الحمد لله هيمانة وجاتش مفراغ جات من تعب اه جهاز فني نشاط رياضي لعيبة اولياء امور من اول الاتناشرة اربعتاشرة بنية وبنات امم وصولها لرجال والسيادات امم وحديث كمان في مرحلة سنية تم اضافتها السنية والحمد لله برضو الحمد لله دخلت الدولاب المرحلة تلات وعشرين سنة. ما شاء الله. فالحمد لله اه اول في في فول مارك يعني مفيش الحمد لله. بينا على حق قديم. ده الحمد. اه. مش ترتيبة. تدريبات. تمام. عايز اخد يوم من يومك. مم. كابتالي عبدالرحمن لما يصحى الصبح يشتغل على نفسه اربعة وشين ساعة. بتعمل ايه? هو انا مبدئيا بابدأ اول حاجة تمرنت الصبح من الساعة عشرة. مم. بتنتهي الساعة اطماشر بعد كده. مش عايزة تاخدني تاخدني سريع. اه. تمام. اصحى من النوم. اصحى من النوم. ايه. حدي زي حد عادي اصحى يفطر يصلي يتحرك. فول وطعمية وكده ولا ايه? لا لا لأسف بليش انا في الفول خالص. اه مش من محب انا الفول خالص. ايش انا حبي الفول. تمام. اه انا عندي مشكلة في الاكل بالذات. تمام. حاجات كتير ما بحبهاش في الاكل يعني. تمام. اه اللي هو على عادي الفطر العادي جبن بيض طبنا حاجات زي كده. مم. ملكش اكل معين. لا لا لا. كويس. بعد كده القهوة بعد كده ننزل على التمرين على طول. كويس. اه ناخد الفترة الصباحية حسب البرنامج لما متقسم. اوقات بتبقى يا رمي. يا كوارطبية اسمشالات حديد حسب الفترات. في الشيطة بيوب الرمي ما بيكون في مصر انا بيوب الصبح بدر عشان الجو. والحديد بيوب اخر النهار والاسمشالات اللي هي التمرينات التقيلة. اه بنزل بعد كده برجع رياح شوية. بعد كده بنزل تاني الساعة اربعة. اتغدى كلها حاجة خفيفة. وبعد كده انزل الساعة اربعة. انزل اكمل التمرين اللي هي الفترة التانية. اه. لو انا عندي فترة التالتة اللي هي الجنباز. برحل الساعة اربعة دي تبقى الساعة تلاتة. اه. عشان خاطر ببقى فيه فترة ساعتين من الساعة. يعني ايه فترة الجنباز? انا اول مرة اعرف في حياتي. اه. اه. بلعب القوة رمح بيلعب جنباز. لا لا سوف انا بعمل انا التمرين عندي ببقى بتاسم لكزا حاجة. اه. رمي في فترة في في حت الجنباز. اه. احنا. ليه اش معنى? عشان حت دي انت وانت بترمي على الخط ما. لا لا هو عشان الكتف بينقوى الكتف ومرونات الكتف والكوع والضهر البطن. حاجات دي كلها المرونات كلها. ليك مدرب مخصوص في الجنباز ولا انت بتمرن نفسك? اه اه في برا مصر كان فيه مدرب. كان هو اللي بدأ يتعلم. للاسف انا تعلمته الجنباز متأخر خالص بدأت اتعلمه على الفين واربعتاشر. نصيحة. اه درحوان تعلمه جنباز بدري. اه بالزبط. اي حد اه ولاده لسه صغيرين خالصة يعني حتى لو هم مش هلعابهم جنباز بس يحاول علىه لعشان المرونات. تمام. عشان المرونات عشان يستفيدوا اكتر. انا انا ممكن دلوقتي اه شوية بعرف بس برضو مش زي لو انا بدأت زمان لو انا طبعا. العلم تتطور برده اه طبعا. احنا هنا في مصر العمر في حياتي ما كنت عرف قوار الجنباز ده. خالص. خالص ما ما كانش يجي في بالي اللي هو انا اطلع فين ده انا لو طلعت هقع. مش محتاجة افكر يعني. تمام. وحتى اول مرة بدأت كنت اللي هو مقلق. اللي هو انا لو قعتها هيحصل لحاجة جماعنا وبعدين الحجم والوزن والبتاع. بس هما هناك نفس الوزن نفس بيشتغلوا عادي ما فيش مشكلة. فده ادي راحة ثقة واحدة بواحدة يعني. هنا مفيش مدرب جنباز. هنا في بنحاول مع لعبة مثلا موجودة بنقول لهم والله انا عندي واحد واثنين وثلاثة ممكن تساعدوني. المدرب الموجود بيقفوا يساعد. يعني بصراحة يعني دي حاجة انا ضرورة الناس كلها بتساعد. الناس كلها مفيش حد بقول لأ يعني. ودي طبعا ده ميزة شعب المصر كلهم يعني. كابتن ياسر. كابتن ايابي اكلم في نقطة مهمة اوي وهي التقنيات الجديدة والعلم الحديث والتطور. قولي لو دخلنا في العاب القوم سفعم. ايه التقنيات الحديثة هلاخد في العاب والله كابتن هو النقطة دي يعني كويس اوي انت يعني. اه بصراحة بصراحة لان هو التدريب النهاردة في الفين وعشرين غير الفين وست عشر غير في التسينات غير في التبنينات. دعا ايه ما انت كده عبدالع ما كانش في اي حاجة. لأ كان فيه شدة وحشة. شدة وحشة. بصراحة يعني. طبعا دلوقتي تحليل حركي وتحليل ديناميكي وبيو مكانيك وقوات انفجارية وقوات ومرانات وجنبواز. فالكلام ده يعني ابديتد حريرا حتى كل اللاعب معه التاب بتاعه والتليفون محمول بيخش بيشوف بيشوف كل جديد. النهاردة بطل العرب عمل ايه? النهاردة مش مبارح. فالتدريب فعلا اختلف وبقى علم لازم يبقى فيه الطلاع ولازم ما ينفعش ان انا طبق التقنية بتاعت الفين اه واحد او اه او اه او اه او ستة وتمانين. رحيد. فالنهاردة المدرب لازم اه فيه جيل جديد يعني اللي هو اللي هو اللي وليهم ابحاث ودراسات ونكحين فيها. ومجلات علمية بينشروا فيها. ام. وانا امتابع بعض الافراض في الكلام ده وخاصة في الحاجات اللي هي سبيشيالات زي ما اهب بيقول اللي هي في الرمي وفي الوازن. ام. والحواجز. الحاجات ديان فعلا في ناس شباب وجيل طالع ممدربين. ما شاء الله يعني اه سابق اه يعني اقول اه مش عايز اقول سابق سينة لا انما عامل شغل كويس لو اتطيح هتليق اليمكانيات. وتحديدا اه يعني كمان في النادي الاهلي. احنا اكتر دي مهتمة بالعب القوة المصرية. بسراحة. دي حقيقة طبعا. فهنا بيبتدوا فعلا يوصلوا للهدف اللي عايزينه. اه ماش مستعجل ان انا عايز النهاردة اعمل اه اعمل اه ارمي خمسة سمية متر فاجيب واحد يرميها وخلاص لأ زي ما اهب بيقول. انا عندي اه فيه مدرب خاص بالجنبازو فيه مدرب بالاحمال فيه مدرب اه في التكنيك بس. اه وفيه ناس مطلعة. فدي اه يعني انا انا بالذات متمسك بيها ان مهما كان فيه ممانعات ومعارضات قبل كده لأ والجيب ده لا فعلا ده هيوصلني اللي انا عايز واعتقد ان في اللعابة الجماعية. اللي بنشوفه من من كرة القدم. بالزبط والناس بتيجي الواحد بيجي بيقتنعوا فكره وفعلا بيحقق نتائج هاي لا. هل السنة الجاية في جهاز كابتن ياسرق داود ازا ازا مجلس دورك قرر ان تتكمل هتقدم الكلام ده اه هتقدمه حتى في اخر السنة. هتطلب اللي جاي يكون معاه الحاجات دي كلها تقنيات الحديثة ومدرب جنباز وكده. هل يمكن نشوفه ده كده. ده بالنسبة ان شاء الله بمئتين في المية دينا العمر والصحة ربنا سبحانه وتعالى. في نهاية هزا موسم. هيتقدم هزا هزا تقريب نهاية الموسم. جوه التقرير. جوه التقرير. والناس دي ا واللي احنا بنسعى للاطلاع والاقعاد معهم حتى في منقشتهم. مم. بالاسماء موجودة وان شاء الله هتقدم في وقتها. مم. فده لأ في خطتي طبعا. طبعا في خطتي تماما بالنسبة نهاية في المية. لان حتى اهاب النهاردة الكلام اللي قاله على الجنباز كل ناس هيروحوا يشاركوا في الجنباز. طبعا. فالنهاردة احنا بندعم لعبة اخرى. مش بموضوع انحنا العب قوة فين. احنا نهاردة بنتكلم عن الجنباز كويس. يعني هي بيقول لناس روح. هم لعبتين ماشي مع بعض. الجنباز والعب القوة. بالزبط. بالزبط. وده في خطتي سبحان الله يعني ان شاء الله حتى في بعض المسابقات الاخرى مش هننفسح عنها موجود الجدول ده وهتكلم مع اهاب المخلص. رقم اربعة وتمانين بالنسبة لكابتن ايهاب هو الحلم. صح? اه هو هو مش الحلم قد ما هو يعني هي ريحني بدري. خمسة وتمانين متر هي ريحني بدري اللي هو اقدر ان انا يعني اقول جماعنا في الاولمبياد. الرقم ده بيتحقق داخل بطولة معالمية ولا داخل بطولة محلية? اللي عادي المهم تكون بطولة معتمدة من الاتحاد الدولي. ما هي البطولة المحلية داخل مصر? بطولة الجمهورية بطولة المناطق. اه برا مصر بقى بطولة عرب بطولة افريقيا بطولة عالم دور ماسي تحدي علامي الحاجات دي كلها جهزة كبرى. كل ده? اه اي 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 رقم فيهم في اي ماتش فيهم. طموح ايهاب عبدالرحمن في الحتة دي فين? هيتأهل منين? بس انا اقول لحيك على حاجة. انا كنت قابل كده لو نرجع الماتشوات بتاعتي او بتاعنا كنت دايما قابل كده ابدا اول ماتش smoothie كان دايما كان اول ماتش combination اول مرة لازم ابدأ مسلا بابدأ تمانين متر و 아دي وتمانين متر. عشان اوصل علي آخر السنة اعمل رقم جديد تسعة وتمانين تمنتين الارقام دي كلها وابدأ بالتدريج واحدة بواحدة. انا طبعان السنة دي ان شاء الله يا رب ان شاء الله رب انا ابدأ اول ماتش له مع النادي الاهلي ان انا اتأهل منه ان شاء الله. فكرك بحاجة قلت هتاheلي واحنا عاديد معي مع بعض? قلتلي انا عايز اتاهل بتشرت النادي الاهلي. بالزبط. انا انا. ما بديش حتى هلعب بتوقعة دولية. انا كان نفسي ومنا عيني ان انا اول متش هلعبه بتشرت النادي الاهلي. وده كان حلم اللي وهو انا وحاشني كان فعلا حرفان كان وحاشني اللي كن وحاشني لها بتشرت النادي الاهلي. اه انا دلوقتي فعلا مبسوط جدا انا فعلا اول متش اللي هلعبه فعلا بتشرت النادي الاهلي. دي كانت برضو حاجة مفرحنة جدا هذه Plac eles 할جع في شهر اربعة تمام بس حل حل ماتش بش حل حل ماتش. حقا كفاء يا مني. فكانت برضو دي بالنسبة لي شوية كانت مقلقاني. بعد ما الوقف اتشلق انا كده خلاص الحمد لله رب هو فعلا اول ماتش في في الموسم كله هو الماتش ده. ما شاء الله. في يعني الحمد لله رب نبقى. لابعت لك كاميرا وخصوص. عشان لازم نشوف بقى بازن الله معك كده. طبعا. علم مختلف معك. طبعا طبعا. اشرف لي والله وبعدين انا يعني انا فرحان ونفس اتاهل وانا بالتشيرت له. بازن الله هتاهل وازن الله هتكون لها بالتشيرت الاحمر والعالم كبير وتحبت كلها. ان شاء الله. بتعمل كل احلامك. ان شاء الله. ان شاء الله. كابتل ياسر اكيد واحنا بنحلم مع كابتل نهاب اكيد لازم نبص على القاعدة الكبيرة على قطاع الناشئين او بالبعنى الاصحة كمان الاولاد لسه بيخشوا لالعاب القوة. عندنا اكيد اسس لان نتعرف اولاية الامور او الناس بتقولك اصلا هم مختارين اصلا فيه اسس بنحطها. اكيد. عشان ننطقي منها. تمام. الاسس بنحطها عشان ننطقي لعيب العاب القوة. احنا في البداية خالص بالنسبة للعمار السينية واولاية الامور بن بنرغب الناس في 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 اللعبة في العاب القوة. هم. ما بدخلوش او يمكن نديد السياسة اللي اتباعها خاصة مع اعضاء الناد الاهلي. هم. ان احنا اتاول بنرغبهم في اللعبة. هم. ما بنعملش اختيار او ان احنا بنعمل رولز جامدة بحيس نستبعد الولاد. احنا الاول بنخليهم يمرسوا. اخطاع ممارسة. اه يمرسوا كل الالعب. اه. بعد كده بنبتدي في دخول البطولات. المناطق اللي هي القاهرة. بنبتدي نشوف مين اقرب واحد يمثلنا. في المسابقة دي. نهو بتدي بعد كده نخصصه. انما في البداية بنستعب بكل الناس. اه. بعد كده غصب عننا لان هي لعبة فردية ما بقاش فيها مجاملة اصلهم اختاروا. لا احنا بنختار مثلا سي مثلا اه وزن اللي فوق التسعين كيلو. فاذا هنختار مثلا اه مثلا كابتن اهاب. مش اقدر انا انا مثلا خمسة وتمانين. ما قدرش اقول دخلوني معنا. سي لعبة رقمية واضحة قدام الناس كلها. بالضبط. انا بطلب منه ان هي مثلا سي حيرمي الاداة مثلا خمسة متر. لو ارميها اربعة متر خلاص انا اعمل اخا ليه. مش هو بيمارس وما قاعد معي بيتمرن. مم. لما يصل الى الخمسة يقدر يلبس شرت النادي ويمس. مم. ما وصلش الى الخمسة خلاص هو بيتمرن معايا ومستمر لغاية لما يبقى عنده طموح. بصراحة شديدة قاعدة تلعاب القوة شايفة قاعدة مناسبة ولا عايز تتوسع شوية? لا بصراحة عايز تتوسع كتير. تتوسع كتير. اه. اه. واحنا منتظر ان شاء الله ان شاء الله الفين وعشرين يبقى لينا اه مكان اكبر نقدر نوسع فيه قاعدة نقدر نمارس فيه نقدر نستوعب الاعداد الكبيرة اللي عندنا. اه الشباب والولاد والبنات. اه محتاجين مكان نستوعب فيه هزا العدد. وان شاء الله بن نادي رب سنوة تعالى وان شاء الله ربنا وفقنا ووفق اه كابتن محمود وعدام اكسداري اللي عندنا مكان نستوعب فيه العدد ده. لان احنا ممكن كمان ناخد الفرز التاني بتاع الالعاب الاخرى. يعني النهاردة مثلا في اربعين واحد في المدرسة اه لعبة جماعية. اه. خلاص قريلي النادي خد عشرين. العشرين بقاين هيروحوا فين انا استوعبهم واستخدهم فيها. بس انا اعمل لك تسويق على الهوى. انا اقول لناس حاجة مهمة. هقول لكم حاجة مهمة جدا جدا. لازم اللاعيب عشان يروح لاي لعبة لازم يروح للعاب القوى. ليه? يتعلم جري. يتعلم وزن. يتعلم يتعلم. لو تعلم دول اعتقد حاجة مهمة جدا للعاب الجماعية والفردية كل اللاعب. يعمل ده الاول يتعلمه في مدرسة العاب القوى بعد كده يخرج للمدارس الاخرى اعتقد هيكون حاجة مفيدة لكل العيب صح كده? اكيد اكيد. كده زوجت رجع. احنا مشكرك على هزا الاتراح. كابت الايهاب. مع كل ده بيكون فيه ضغط نفسي وعصبي عليك. بتقابل ده ازاي? لان اكيد الضغط الجماهير بيديك ضغط. بيديك حماس وروح لكن برضو فيه ضغط. بيتعاليك ده ازاي مع نفسك. وسأولي الله حاجة على حاجة هو انا ربنا كرامني زيوني حاجة بان انا يعني انا لما رجعت فيه منظومة. فيه منظومة. انا تقريبا ما بعملش حاجة في حياتي غير ان هما اتمرن. بس. اتمرن بس. اي حاجة تانية النادي يواقف في ظهري اللي هو انت متركزش التمرين. الوزارة. متركز في التمرين. متركزش في الناس. ان شاء الله عن فقر رحم. ان شاء الله ربنا هيكرمك. التشجيع ده مخليني غصبا عني. ميدياني طاقة ايجابية اللي هو. لأ انا مش هاخده بضغط اللي هو اخاف بقى. يحصل حاجة. لأ انت لازم تاخد ده بشكل اللي هو انا لازم ابقى كويس. نحية ايجابية. بالزبط. لازم ابقى كويس. اه انت حطيت الخطة انت تتمرد. تمشي عليها. اللي حواليك ده دافع لك. زي التلات سنين اللي فاتوا دول الوقف. ده ده فعلية. طبعا. ده فعلية انه انا انت وقفت. طب ماشي طب. لازم بقى بقى ايجابي ان انا لأ انا كويس ما انا فعش اضعف. فانا ده كله انا ياخده من ناحية ايجابية ان انا لازم ابقى كويس ان شاء الله. وده حب الناس والناس من حقها تفرح ومن حقها ان هي تشوف مديلية ومن حقها ان هي تتبسط. فده اللي حاجة قدر عملها وقدر اقدمها لكل الناس اللي وقفوا جنبي. ان انا اتمرن واشد حيدي وابقى كويس. انا اتكلم عن الناس اللي وقفوا جنبك لان انا عارف فيه ناس وقفوا وفيه ناس ما يقفوش. اتكلم على الاتنين. تمام. الضغط النفسي على العيب كبير قالك ان هو بيتحاول ناحية ايجابية لكن الضغط النفسي على العيب صغير وضغط المدرب عليه بيكون ضغط مختلف. بنعالج ده ازاي فولدنا الصغيرين. لان العيب الصغير ما يستحملش ضغط. بتعالجه ازاي? بنعالجه بالتستات او بالهدوء دخول في القطاع ده بنعرضه اول زي تري متش بنعمل له مسلا تجربة في الملعب بينه وبعض المتسبقين الاخرين بين بنحاول نحطه في الجو دوا حتى في التدريبية في عندنا. بنعمل مسلا سي تست اختبار صغير بنحاول مسلا نحطوله هدف بعيد عنه شوية لو محققتش الهدف ده هن ممكن تخرج من الفريق يعني باي طريقة ان كانت حتى ده مش حقيقي بنعمله جو مشابه للجو البطول اللي يبقى فيها ضغط فيها. وفيه بيكون متوتر وممكن مسلا لعيبة طبعة بيستسلم العيصية مش في مكانها يطلع بدري مرة اثنين ثلاثة بقى الكلمة بتاني بقى ان هديه. لأ انت لو عملت اتمرنت عليه هبهدوء يعني سيق طبعا في قدرتك انت حتى لو واحد السلام قبليك هتوصله. بتاني نلقنه نفسي اه ومعناوي ان ان اللي غاية ما السيقة بتجيله بالتدريج. لان هو زي ما انتم حضرك بتقول القعب الصغير لما بتحط احت ضغط بيتوتر ممكن سلبي. يعني ما يكملش المسابقة. اه ممكن من بدري يضطرد لان في بعض القوانين عندنا في المسابقات لو طلعت بدري بتاخد طرد على طول ما فيش انزار. فبنبتدي ان نحط له الهدف دوا اه بالتدريج لغاية ما يلعب بطولة المنطقة. بطولة المنطقة مثلا بيبقوا ستة بلعوه فيها. لما الجمهورية بيبقوا اتنين. فهنا بيبقى فيه التستنج ده. حتى لو لو انا شايف ان الرقم واحد اه ما حققاش في القاهرة. لا بن 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 بنجيبه تاني وبنحطه في جو اخر وبنعمل تستنج تاني. لغاية ما نصله للحتة اللي هو متوقع ان هو يبقى فيها. فبالتدريج لغاية لما غازب عندنا بيبقى هو زو خبرات. حتى لو كان سنه وستاشر سنة. بيلعب مرة تين تات ربعة فبروح ماتش مبقاش خايف. يعني بيبقى المدرب بيبزن مع جوهد. الاداري بيزن مع جوهد رئيس الجهاز بيزن مع جوهد. لغاية لما وليه الامر احيانا برضو يعني بتبقى ماشية كده متوازنة لغاية لما بيوصل ان شاء الله يبقى نج. يا ريت. ان شاء الله. بتحاول ايه. سؤال مشاكل مختلف. هل المدرب عندنا مؤهل للتعاون مع الولاد صغيرين? بيتعلم دراسات? بيتعلم دورات تدريبية بياخد بياخد? ولا ده بيكتسب جوه خبرات ارض المرحب? بصراحة شديدة. بصراحة شديدة حاليا مع معزم مدربين الجهاز معهم هزي الدورات التصغفية والتعليمية. اللي بيبطلق عليها كدز اسلاتك. اه لأ تلت اربع مدربي الجهاز. بتفرض عليهم ده حضرتك ولا ده في اساس اختيارك? اه في بنمراحة في اساس اختياري. ممكن المدرب يبقى معنا معهوش هزي الدورة انه هو شايف اللي حواليه بيبقى حابب يبقى التأهيل ده عنده. شايف ان هو ممكن يكون مدرب قويس. اه. اه. فبتدخله وبتدي يقض دراسه. بزبط. احيانا مش بيبقى اكبار انما احيانا بيبقى في توجيه يا يا كابتن في دورة شارجة في حتة فلنية. عايزينك تاخد. عايزينك تاخد. حلوة. فبيبقى في نوع من انو هتفاهم هو مقتنع بهذا. بيبقى حاسي عارف ان هو فعلا محتاجها فبيروح. اه ما توصلش درجة الاجبار طبعا. انما الان دي اساس من اساسيات بقاوه في التشكيل. بزبط. هو اساس من اساسيات اختياره وبقاوه في التشكيل. فهو كل واحد بيبقى عايزي بقى كويس. ومش عايزي اقول خايفة عن نفسه. عايزي بقى احسن. فبيقتنع وبيروح. فالحمد لله معظم المدربين مقتنعين بهذا الكلام. بالاضافة للخبارات اللي بياخدوها. يعني آه هو بياخد دراسات انما في خبارات بالتدريب بالتكرار مع السن السغير ده هم بيكتسبها اكيد يعني خبرة المرة دي اه مسلا اه زعق شوية فالولد مع ما اداش لو عايزه فهو نفسه بيبقى مش عايز كده فالخبرة ليه دور ان بتدراسة بالنسبة للسغير في المية. تلتي في المية بتبقى تعامل مع الولد. عجباني اول الموضوع اللي هو يعني بيتعلموا المدربين في الولد يعني عندهم دورات عدريبية وفي نفس الوقت لازم يثقاف نفسهم. انت اساسا جاي معنا في السكة دي كلها. صح? تمام تمام. ليه? دكتور تربية لديها دلوقتي ولا لسه? انا دلوقتي اه خلص الماجستير وان شاء الله احتمال كبير ان شاء الله ناشي السنة الجاية الواحد وعشرين ان شاء الله. اه اه ربنا كرمني باهلي اه والدي والدتي قعدوا اللي هو انت توقفت طب استفيد. اه? لازم تستفيد حاجة. طب اكمل اه ماجستير. برضو انا كنت شوفت برا كل الناس بتتعامل دلوقتي عن طريق التحليل الحركي. كل اللعيبة تحليل حركي. انا عمري ما عملت تحليل حركي. عمرك? عمري. فقلت ما اجرب. فقلت انا والله انا كان عندي مشكلة في الفين وستاشر كذا كذا طب انا ما اشتغل عليها هو اجرب ومنها انا مش هاخصر حياة جاي. كويس. وفعلا دخلت ورحت لها صاحبي دكتور في تربية راضية زي عندنا. قال لي تعالى وانخش ودخلت. اه بدأت عملت المشكلة صلح في المشكلة. الحمد الله ربنا اكرمني. وفعلا لقيت ان في مشكلة وبدأت اشتغل عليها. وفعلا عرفت ان المشكلة دي لأ شالة مني كتير جدا. اه بعد كده قلت خلاص بأنا انا حلو او كده علي انا. بعد كده ربنا اكرمني بدكتور عزي الحسيني عميد كلية العريش. انا بشكره جدا بصراحة الراجل يعني اه قال لي تعالى. اه تعالى نبدأ نشوف ايه الجديد ايه اللي نقدر نعمله. وسهل كل حاجة بصراحة. اه وادين هو ماشي في الدكتوراه وخلاص فاضي اللي سنة وان شاء الله نعاشي السنة الجهة ان شاء الله. اخدتك في السؤال ده علشان اسألك السؤال اللي بعدية عطول. لازم يكون مسقف ولا انت مأل? اه طبعا. اه ولا? طبعا. لازم يكون عارف كل حاجة حوالين اللابة بتاعته. بوصل الله حاجة على حاجة. ايه واعز بسيحة. اه بظهر. الموهبة الموهبة مش جثمانيا. لو واحد موهوب جثمانيا ومفيش موهبة في الدماغ في المخ. طبعا هو هيوصل عند لمية معينة. الموهبة كلها هنا في المخ هنا في الدماغ. لو انا انا عارف انا بعمل ايه. انا فاهم انا باشتغل ايه. انا كل شوية لازم اجيب الجديد عشان اتعلم. هم. مش ما ينفعش بس فيه فرق بان انا اجيب الجديد عشان اتعلمه. فيه فرق بان انا اجيب جديد وقلده. ما ينفعش ان انا قلد حاجة. فلازم ان انا دايما لازم دايما ان انا اشوف الجديد ايه? واشوف اللي يناسبني وحاول اتعلم واشوف ايه الغلط وايه الصح. هم. ما ينفعش بانا دايما ما 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 ارتزمش بالبرنامج المحطوط بس. هم. انا لازم اشتغل على نفسي. اشتغل على نفسي بان انا اروح اتفرج على الفيديوهات. اكلم. حلو قوي تشتغل على نفسك دي. بالزبط. بالزبط. اسألو حيك لو انا كل يوم بدخل التامنين واطلع باية موظف. بالزبط. ايه بصراحة بص. اه. جيت هالجرح معي يعني. اه. جيت على جرح الاعيبة. بتعمل ده. بصراحة. عايزك تقول لهم بقى الموضوع ازاي? كمان بنجدد ارادتك. بنجدد عزمتك. بتجدد طموحك. ازاي بتعمل ده لنفسك. بص اقول لهم. عايزك تديني الشاكل للرؤية. عشان الناس تفهمها كويس. بص اقول لحيك الحاجة. انا يا ربنا كرمني بكابتن محمد نجيب. مدرج. اه. نجبرنا الكبير. بزبط راجل يعني فاهم جدا. ومتفاهم جدا. اه باي تقعد معي. اه كابتن محمد. انا بتوصل لأي حد. في الثانية بتكون عالف كل حاجة. بالزبط. اه بايت اتكلم مع ده اتكلم مع ده اتكلم مع ده اتكلم مع ده اتخلق رشوية اشوف فيديوهات اروح اتكلم معه هو يفهمني ايه الجديد ايه ده ايه ده. فدي برضو فاديت ان المدرب مطلع. هم. فبتلاقي في الاخر خالص نتيجة ان انت عملت زي توليفة حلوة. هم. فتيجي تشتغل عليها. بتتفق انت مدربك هو خلاص احنا وصلنا كل حاجة احنا نشتغل على ده. هم. فاذا انت بتشتغل ومع ذلك برضو انت كل يوم بقى مضحي بحاجات كتير تمرين مش محتاج اه اه صهر مش محتاج خروج مش محتاج لأ انت محتاج تركيز. هم. برا الملعب وجوه الملعب. فلازم تبقى خلاص انا قعد حتى لو انا قعد في بيتنا باعتبره زي معسكر مقفول انا قعد بطمرن. هم. فهي لازم ان انا اكون ملتزم في كل حاجة. مش تمرين بس. بس انا الكلام عجبني بصراحة. بجد. ده كلام مهم جدا لكابتن هاو عبدالرحام بطل كبير نجميل الكبير بيقوله. لكل نجومنا في في الرياضة بصفة عامة. كيف. بنعلم ولادنا ازاي الالتزام والانضباط والتضحيات وهم لسه في الناشئ السوية. اه بتدري طبعا الكلام الاول ده كلام محترم جدا. بالذات اه الوقت اللي احنا فيه ده طبعا ما بتعلموش بسهولة. للاسف بتعلموه بالتجارب السلبية. يعني انا احتكنا بالموضوع ده مرارا وتكرارا الايام اللي فاتت. اه بعض الناشئ اللي هما ستاشر وثمانتاشر تحديدا. اه ممكن اه اه يعني مش بيسمع الكلام بسهولة يعني مش مقتنع للمجربش. فهو النهارده لما بيصهر عشان كده بقول تجارب سلبية. والحسن الحظ الحمد لله يعني ما اثرتش فينا كاتيم. اه هو الولد اه 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 نام بادري سهر. تاني يوم الصبح جاي مش مش هو. ما حققاش اي حاجة. اه مش عايز قول توبيخ من مدربه ده اكيد يعني. لازم. اه اه ده شيء طبيعي. انا النهارده منتظر منه هاي اه في مسلا سيها عدي تلاتة متر في الوازب اه مش مش قادر يعدي الاتنين متر. اه. ففي حاجة مش مزبوطة. لما بنعرف بعد كده ان ان هو مسلا كان صهران ان هو رحى اه لعب مسلا اه بلاي ستيشن سهر مع صحابه في حاجة جي تاني يوم ما حققاش الهدف بتاعه. اه اه نمر واحد طبعا اكيد المدرب بتاعه بيوبخه. اه بيبقى لينا وقت معاه. مهم الموضوع جدا. ان اللاعب يغلط يتعاقب على هو. ده لازم. صح. ده لازم. واحنا واحنا الحمد لله يعني معظم معظم مدربيننا بفي حرفة يعني 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 مش 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 ما بعقبه مش مش بمويته. انا بعقبه الهدف الوقت معي. اه هو متعود هو حبيب انا زعلان منك لغاية اه اسبوعين عشر تيام. لغاية لما هو نفسه يحس بغلطته. سواء كان هناك كلام بقى. فهو بتعلم الكابتن اه قاله بالتدريج. ما ما تصهرش اه هو بيقول له في حاجة كتير بنضحي عشانه. احنا مسلا اه في في الفيلم كويس زمان في التليزيون. لا مش رسر بكرة عندي ماتش فهو لم بدري. في واحد بقى يتفرق. انت بتكلم على الفم زمان انا ولتك. لكن دول دلوقتي مسكيرتي. مش محتاجين. بالزبط. مش. خلينا نخرج نفاصل ونرجع. نكمل حديثنا مع الكابتننا المشرفيننا بعد الفاصل بس دنيا. انا بيكو في اخر فقرة النهاردة معانا في العاب الصلاة. واستكمال الحديث مع كابتن ايابة عبدالرحمن وكابتن ياسر داود رئيس جهاز العاب القوة. هنسأل سؤال مهم جدا لكابتن ايابة عبدالرحمن انا بس عرضته في السكة كده. اللي معانا واللي علينا. اللي وقفه جنبي واللي ما وفوش جنبي. تمام. عايزك تدي كلمة اللي وقفه جنبك وكلمة للي ما وقفوش جنبك. ولا هم بارجعوا تاني. ولا بارجعوش تاني. بوس انا اقول لحيك على حاجة. انا طبعا اللي وفو جنبي كلهم بلا استثناء. يعني انا عايز اشكرهم بكلهم. ام. ابويا وامي بصراحة مهما اتكلم مش هوا فيهم حقهم. اختي اه خطيبتي صحابي كلهم. مش خطابتك بقى. امراتي دلوقتي. دلوقتي صحة. اه خلاص. اه خلاص. في دخل قريب. بس اه مداربي كابتن محمد نجيب. كل الناس اه لوافوا جنبي. اه طبعا يعني دولي دلوقتي الشق العائلي شوية. اه نيجي بقى النادي الاهلي طبعا مهما اشكر طبعا مجلس الادارة كابتن محمود وكل عضا مجلس الادارة. اه العميد مرجان اه كابتن ياسر. بصراحة بالزبط من أول كابتن خطيب كابتن محمود العند آخر بالزبط أشكرهم كلهم بصراحة هم دايما في ظهري دايما بيسندوني الجهاز طبعا طبعا شكرا طبعا للمعالوزير الدكتور أشرف صبح من أول يوم جيه في الوزارة العند النهاردة وهو دايق هو بعتلي وروح تعتمع ثلاثة أربع مرات قبل من الوقف ولازم تتمرن أنا معاك أنا معاك أنا معاك باش مهندس هشام حطب دكتور أسامة غنيم دكتور هناء تشكر الدكتور أسامة غنيم عنه هو الوقف طبعا أنا برضو أنا عايز أقول حاجة برضو أنا كنت اعتذرت الدكتور أسامة غنيم على الهواء قبل كده ودايما دايما أنا هفضل أقول إن أنا كنت ظلمته قبل كده وأنا بعتذر له لا محترم من اللعيب كبير لا بجد هو أنا كنت فهم غلط كانت صورة غلط بعد كده أنا فهمت لا الرجل ده بيشتغل وراجل ده بيتعب وراجل ده بيساعد الرجل ده مش مش واقف ضد العيب خالص. اه نيجي بقى لي الموقفوش. ولد الحلال. اه. 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 اعايز اقول لهم شكرا ان هما ادوني دافع ان انا بقى كويس. ما شاء الله. يعني هما لا بالعكس خالص انت كنت جنبي وانا كويس. ماشي انت دلوقتي جاي تيجي جنبي ماشي هتيجي جنبي وكل حاجة. بس انا بشكرك ان انت بديتني دافع ان انا ابقى كويس دايما عشان خاطر اكشف اللي زيك بالزبط. زي حضرتك. بالزبط اه. اه. قلت احترم شوية احترمه. بس ببقى اللي بقى شوية يعني ضغينة من وقت. انا عارف ان انت دايما نجوه عشان كده كنت عايزك تكلف هذا الموضوع. بالزبط. فانا بقول لهم خليكم زي ما انتم خلاص انتم اتعرفتم وشكرا على الدافع الجامد اللي انتم وديتوه لي وان شاء الله رب ان شاء الله رب دايما ابقى كويس وهم اللي بدلوا يتحرقوا كده ان شاء الله. بازن الله بازن الله انا مع كابتن ايهاب بصراحة شديدة. اللي في نفسه حاجة من نحيته او ما وقفش جنبه. ان شاء الله هو هيكسر كل كل كلام. ولكن كابتن ايهاب ناخد من كلامه نقطة مهمة جدا. نحية ايجابية. اللي ما وقفش معايا الدني نحية ايجابية. دي شيء مهم جدا جدا جدا. كابتن ايهاب بيكلم بلغة محترف بيكلم بلغة تلتزام من ضيباب. حاجة مهمة جدا. في الرياضي. في عصر الاحتراف اللي احنا فيه لعيبة تلعب من اجل المال ولاعيبة تلعب من اجل استمتاع بالرياضة. اي يوم اتفضل ولماذا? اي يوم افضل? اه. سؤال صعوبة شقيعة ده. اي هو طبعا اSON افضل من اه من اجل الاستمتاع. استمتاع? اه طبعا اه طبعا. اه بعد كده ييجي مش هادوه محقق احنا بيقلنا اللي بيقلع من اجل المال وبين اجل استمتاع? لا طبعا اجل استمتاع. ده ممتع في التعامل معه وعلى المادة الطويل هتعدي عليه بعد دي كده هتجيله خاصة يعني احنا بصراحة يمكن بطريقة غير مباشرة حضرتك وصلت لأن احنا مية في مية من لعيب النادي الأهلي في هذا الإطار اللي هو بيلعب من أجل السنتاع والمادة بتجيله جزء مكمل عشان يمشي في حياته مش زي اللاعب اللي بيجي يقول النادي فلان عمل لعق ده أنا هروح عشان بيديني رقم أنا في النادي بتدي له تقريبا تلت هذا الرقم أو نصه إنما هو لأ أنا عايز أجي النادي الأهلي فده اللي جاي عشان تحقي البطولة عشان تحقي طموح عنده هو شايف وإن الكيان ده عايز أنضم ليه ويستهل إن أنا أحصل على البطولة وممكن بعد كده اللي بيدور على الحاجة اللي اتحقق له هذا الهدف إنما طبعا بفضل اللي يلعب اللي بأجل استمتاع لأن ده بيعابها لنفسه وعلى المدى الطويل هو اللي بيستمر ده رأي كابتن ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوة في النادي الأهلي إن الاستمتاع يؤدي إلى المال فعصر الاحتراف اللغة مختلفة هل المال هل الاستمتاع لكن كابتن ياسر داود رأيه أنا بس عايز أضيف حاجة بس على الكابتن ديف انت كلامك النهاردة كله حكم يعني من لاعب بقى بالفضل كلمة إن انت تروح تلعب في النادي الأهلي دي دي لوحدها تسوي فلوس الدنيا كلها يعني أنا في الأول خالص لما جالي قالوا لي ده فيه الأهلي وفيه نادي الجيش وفيه وفيه قلت لهم يا جماعة لأ أنا عايز أروح للأهلي كان منتهية وكان زمان في النادي الأهلي اللايحة ما كانتش لسه تجددت وما كانش لسه يعني كانت الدنيا لسه شوية برضه كان لسه اللايحة دلوقتي تعتبر أحسن اللايحة موجودة في مصر دلوقتي وقتها كانت تعتبر أحسن اللايحة برضه بس كلمة إن انت تروح النادي الأهلي ان شاء الله لو مش هتاخد حاجة لأ دي انا بنعب في النادي الاهلي دي لوحدها كبيرة. يعني دي لوحدها حاجة كبيرة جدا. نرجع بقى الاحتراف والمادة والكلام ده. هكملك السؤال عشان خليك ترود عشاء الكبير شوية. تمام. اتعرض على كابتن عبدالعبدالرحمن اللعب خارج مصر. تمام. والسؤال ده هو برضو محترف. فعايزك بقى تكمل السؤال. تعرض عليك لانت لعب برا مصر. تمام. وفي نفس الوقت الاحتراف. صيف عامل. فضل. بوصل الله حقيقة لحاجة. اه كلاعب او نرجع الاول للمادة. فضل. اه لو انت اتمرنت كويس وبقيت كويس والتزمت. مم. واستمتعت باللعبة هتبقى كويس جدا ففي بالتالي هيبقى فيه دخل. كويس. انما لو انت ركزت على الفلوس بس مش هيبقى فيه فلوس عشان انت موظف هنرجع لسكة الموظف تاني من اول وجديد لو انا بجاء اتمرن وامش عشان انا اخد مرتب. مم. انما انا لو بستمتع لا انا هبقى دايما عندي عايز دايما احسن فاحسن فاحسن. مم. بالتالي الفلوس هتجي. كويس. بالنسبة والاحتراف بره جالي قبدي كده في الفين وستاشر. مم. بس لأ كان بالنسبة لي رد قاطع النادي الاهلي. حتى بعد الوقف. النادي الاهلي. مم. انا مع النادي الاهلي من اول يوم لعند اخر يوم. اول ماتش لها بطلوة جمهورية كانت في النادي الاهلي. واخر ماتش لها ان شاء الله برضا يبقى جوان بلاي. ان شاء الله. ان شاء الله بازدلاء. اتعرض عليك تمثيل منتخبات تانية غير مصر? اه في الفترة الفاتة اه. الرد. ما انا اقول له حياتي. اللي انت قد قدامي خلاص وهتبصف مصر اكيد لك. عايز اعرف ازاي نسألولك وانت كان ردك ازاي معاكم. هو فيه كزا حد كنكلمني وقال لي تعالى واحنا هنساعد واوا. اه انا بالنسبة لي كان خلاص يعني انا كنت هنا انا قبلك كده انا صغير موافقتش. انا صغير موافقتش. خلاص انا دلوقتي. بلدك. بالزبط. وبرضا اقول له هيك على حاجة. ان انت تطلع على المنصة وتسمع عن نشيد الوطني مرة استحالة. استحالة تقبر انك تسمع. ده انا مسلا اوقات تسمع نشيد تاني. اوقات ببقى مسلا عامل تاني مسلا فبطولة مسلا. الواحد ببقى مدينوه مسماشي النشيد. يعني انت واقف انت واقف احترام طبعا احترام لكل. طبعا. بس انت من جواك برضو هو مش احسن مني. مش احسن مني احنا احنا نعتبر تاني لا بقى بتلاقي في ملعب الكورة. طبعا. وفي البطولات عندنا ما بيبقاش في مكان. زي حي. ما بفيش مكان فعلا حرفيا. زي حي. طب الناس دي كلها ما اسمنا عاشي ليه العالم النشيد بتاعنا. صح. اه العالم بيراف رف اه وكب. بس لسه برضو يبقى الواحد من جواه برضو. فما اعتقدش ان هو يقدر يروح لبلد تاني خلص صعب. تعزيم سلام. صعب صعب. تعزيم سلام. تعزيم سلام كابتن عبدالرحام بصراحة. تمثيل مصر شيء شيء مهم جدا في الولمبياد. عندنا نجوم كتيرة. كابتن عبدالرحامان. كابتن مصطفى الجمل. كابتن اه شهاب. كابتن محمد ماجد اه حمزة بجدي حمزة اسلام. نجوم. تمام. دعم النادي الاهلي في المرحلة اللي جاية للنجوم ندول ايه? هما دول طبعا اه المقدمة طالعة بتاعت النجوم بتاعتنا. طبعا. اه احنا تحديدا ان شاء الله الاسبوع القادم دوان. بدايته في اجتماع ان شاء الله مع الكابت الرؤوف. بخصوص كيفية دعب. العطار. المجموعة اللي حضر قلت عليها. كابتن اه هاب. كابتن اه مصطفى. كابتن محمد ماجد حمزة. شهاب اه اسلام عسرية. دول فعلا اللي اخص هنا بالذكر محمد ماجد حمزة برضو. لان هو محمد ماجد حمزة منظن الناس اللي يعني اه يعني اه يعني اه جينا عليه شوية اللي ينفت غصب عندنا. عشان هي العب قوة. ايه الصراحة دي? اه. ايه صراحة ليس الجهاز دي على او. انا انا بدعمه. بدعمه عنويا. جميلة. لان محمد ماجدي تاني افريقيا. دورة الارعب افريقية مرتين. دورتين متتليتين. ومتشطه بتبقى قوية جدا. مع ابطال جنوب افريقيا ونيجيريا. وكينيا. الكاميرا في دافع الجلة. اه. ومشاء الله بحق ارقام هيلة. وهدعيله. وقفقه بقوله من هنا شدي حيلك عشان بينه وبينه وبينه بينه الرقم التاهيلي. اعتقد واحد واثين واثين سنتي. وهو قادر ان شاء الله انه يحققها. انا كنت معا بارح في التحضير العام القوة. وقلت له هذا الكلام. اه. هو نموذج مشرف. وزي ايهاب. ما شاء الله كلهم. اولا على اه مستوى علمي جيد. مستوى اخلاقي جيد. مستوى فني وثقافي جيد. دول اللي بيروحوا اللي هم عايزينه. فالمجموعة دي ان شاء الله برضو عشان ارجع لموضوعي ان شاء الله يوم السبت فيه اه اكتمع. على اساس بنعرض الخطط بتاعتهم التدريبية للتأهيل. وهنا عليه هنرفع تقرير لمجلس ادارة النادي. بان احنا طلبتنا اه واحد اتنين تلاتة عشان ندعم هؤلاء الابطال. وباذن الله اتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكون دعامين لهم ولو بنسبة تمانين في المية عشان ان شاء الله نساعدهم في تايح المهم. ويكونوا هم واحدة النادي بتاعتنا. للنهاردة ما يكون عندي ايهاب الكلام اللي بيقوله دوان ان بيساعدني في ظل اللي حاصل من بعض الاندية في العقود وهو وهو وهو. انا بقول لهم روحوا كلموا ها. روحوا كلموا مجدين روحوا كلموا مصطفى. فاحنا الكبار. 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 الكبار والراجها المشرفة بتاعتنا. وان شاء الله بإذن الله ان شاء الله يكون موفقيني والسابت. بإذن الله. والاجتماع الجاي نقول احنا عملنا كزا. دعم النادي الاهلي لله محدود انا متأكد. طبعا. يا رب ان شاء الله. بكل شيء يقول لي خير بإذن الله. يا رب ان شاء الله. لو ما كنتش لعيب رمح جنت روحوا لعيب تاين. انا? اه. طبعا زي اي حد كان كل حلمه على كرة قدم بصراحة. بس انا ما كنتش متخيل ان انا ان اوصل للنادي الاهلي بصراحة. انا كان كل بالتخيول ان انا كفر سقر وخلاص. انا قاعد في مركز شاب كفر سقر في مركز شاب نطور عندنا وخلاص. بس انما ان انا اجي النادي الاهلي انا عايز اقول له حياك انا يوم استلمت لبس النادي الاهلي. اه. انا تقريبا اخدت في حضن وانا نايل. كلنا بصغرين دي حياة. والله بجد اللي هو يعني انا خايف البسه ومش عايز عينه. يكسر ولا حاجة. عارف حياك سنين. مم. كنت لسه رجع بطولة المدارس اه تبع المدرسة عندنا وبعد كده اتنقلت للنادي الاهلي. مم. من ساعتها اخدتها كده اللي هو طب. لدرجة ان لسه الترنجي موجود معي اول واحد. لسه رجع دلوقتي اول واحد موجود معي. اول ترنجي موجود. اول ترنجي موجود خلينا بقى نخش على اللي جاية. الخطة الاعدادية بتاعتك لو هي تقول لهم بازن الله بازن الله بعد التأهل كمان. بازن الله. طبعا عادنا مع كابتل محمد نجيب. اه مع الاتحاد عندنا. وكان كابتل ناسر موجود. بدأت اه ان شاء الله هبدأ معسكراتي في شهر اتنين يوم خبسة اتنين ان شاء الله. هبدأ اسافر لي جنوب افريقيا. هرجع قبل بتورة الجمهورية بخمسة ايام ان شاء الله. ان شاء الله. بعد كده هاعد بعد بتورة الجمهورية حوالي خمسة ايام عشر ايام. بعد كده ابدأ اسافر على اوروبا بقى ابدأ بقى الجزء الكبرى والدور الماسي وحاجات دي كله. جريت بسرعة شهر اتنين. تمام. بس تلاتين واحد بيمثل ايام عبدالرحمن نقلة تانية. اه طبعا. نقلة تانية. حياة تانية خالص. حياة تانية. حياة تانية. حياة تانية. اه في البلد عندنا. كويس. الفترة فترة دي كنت مطمرا في في كفر صورتين. نتكلم على مرات الكابتن ايام عبدالرحمن هو فرحه تلاتين واحد. وهو حدة اعزي ان شاء الله في تلاتين واحدة الفرحة. ان شاء الله. اطلق بط. اه ما عليك. انا كن انا بطمرن في مركز شاب كفر صور هناك في عندنا. مم. فهي من كفر صور. فانا شفتها وبعد كده كلمت باباها. على طول كده? اه رجيمة. ما شاء الله. اه لا ما على طول. عدوكم ما كانش ينفع سيبها. فبعد كده الحمد لله اه تقابلنا وقعدنا وحصل نصيب الحمد لله. ان شاء الله عليها. وكتبنا الكتاب في شهر اتناشر. وهو شاحل وهدوك كتب الكتاب الوقت شال. شفت. بصراحة. اسمها ادام. اه طبعا. اسمها ادام. فعلا لا لا فعلا. ان شاء الله يكون احلى. ماجستير بقى. اه كتيرة. اه جات بفرحتها كلها يعني. وان شاء الله يوم تلاتين واحد الفرح. وطبعا يعني انا بامتازر فرصة ان موجودين انا حلم حياتي كابتن محمود الخطيب يحضروا عضا مجلس الادارة كلهم يكونوا موجودين في الفرح ده. وان شاء الله روح النادي. هنأكد على دي. اه لا. كابتن ايهاب عبدالرحمن بيطلب طلب صريح. من رئيس مجلس الادارة النادي الاهلي. اللي هو فعلا مش بتاخر على حد. كابتن محمود الخطيب ان يحتر فرحه. اكيد دي حاجة يعني عند كابتن. حلم. واكيد حلم اللاعيب الكبير اللي عندنا. ان شاء الله بازن الله يتحقق على ايه كابتن محمود الخطيب وعضاء مجلس دورة النادي لها. ان شاء الله بازن الله. وان شاء الله روح النادي البكرة ان شاء الله كلهم ان شاء الله. انت رايح بكرة. اه انا. يجبوا بقى اما. يعيبوا بقى. عش هروح للهنبيات بقى خلاص. الاهم ان هو يحضر الفرح. اه ركم واحد في حياتي ده. تمام. انا سبرنا اقول الله حقيقة على حاجة. انا من يوم ما اتولدت العند النهاردة. ها. هو كابتن محمود الخطيب. كرة قدم كابتن محمود الخطيب. بس انا سمعت انت لعيب كرة قرية قدم جامد. والله على قدي كده. لا لا لا. عليقول لي في الارديس ان انت لعيب كرة. والله مش هو انا انا بحب الكرة جدا. اه. وانا كان نفسي ابقى لعيب كرة بس طبعا كلنا مصر كلها كان نفسات بقى لعبية الكرة. صح. بس طبعا اكيد انا مهوب اكتر في اللابة دي. في العبر الكرة. ربنا قربك اكيد. بالضبط. لو انا لو انا كنت مهوب في الكرة اكيد كنت وصلت. بس انا ربنا مديني الموهبة في دي. اه. ما يمنعش ان انا دايما كل اسبوع لازم ملعب الكرة مع. انت كنت عبد الجواب وكده بتروح ملعب الكرة. انا وحسن يعني انا وحسن اكتر اتنين احنا طبعا علاقتنا اكتر من اخوات يعني هو مش مش صديق بس هو اخ. واخ كبير وربنا واحده اعلم يعني. بس في الملعب احنا لاتنين اعداء. اخي اعداء هو فريق وانا فريق. اه. لازم ما فيش. بالزمن الجميل ولا بالعب كرة. اه. كابتن ياسر اهدافنا وطمحنا الاعب القافل للاهلي في مرحلة جاية. احنا الحمد لله اهدافنا وطمحنا اه تعدد الاحتفاظ بالطولات الجمهورية. اه هو اي نعم فيه منافسة اه موجودة في في القطاع. سنتين ثلاثة الفات وبالزات وسنفات الديان. احنا الحمد الله برضو بجهة الولادنا من اولى اللاعبين لأولئة الامور للمدربين لكل نشاط رياض لها. احنا ابتدينا حاليا اولا نحسن ارقامنا ونحاول نبص للتأهيل اه ارقام العربية والافريقية. الافريقية طبعا الوحديها يعني احدث والاحراج هي بتقراط عالم. احنا فعلا 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 كل المسابقات عندنا ارقامها تتحسن. اه على جميع القطاعات ومرحل السنية. اه هدفنا وطمحنا ان احنا نقدر نقدم اه اكتر من بطل للمنتخب مصر. اكتر من مسابقة. مش هايزين نكتفي بالرمح والمطرقة والبولة. ان شاء الله ربنا يكرمنا في في العدو. ربوانية متر. في سواء كان السلاسي او الطويل او العالي. ده في خطة زي ما قلت لحضرك ان شاء الله بازن انها هتعرض في اخر هذا الموسم. ازاي نطور هزا الكلام موجودة. اه. عاجبني ان انت بتقول هتطور مع انك انت المنافس الاهلي هو الاهلي. مش شايف فيه منافسة محليه بصراح. في بعض المسابقات. اه. اه. لعب القوة عنادينا اه حوالي اتنى وعشرين مسابقة ما بين الجاري والوازب والرم. ام. في بعض المسابقات او نفس الشرسة. وفي بعض المسابقات. مين بنفس معنا? اه في بعض المسابقات اه نادي الزمالك. ام. والجيش. ام. واسكندرية سواء كان الولمبي او الاتحاد او سبورتنج. ام. لان فيه بعض من الابت والتوزع. ام. لان احنا اتنى وعشرين مسابقة ام. ممكن هما يخضوا يفوزوا بمسابقتين. اسكندرية تفوز بمسابقتين. في التوتل الاهلي. ده في النهاية. فاحنا فعلا انا بنطور عشان اولا نبعد عن منافسين نمر اتنين عشان يبقى يعني يبقى في حاجة نشتغل لها. زي ما احنا قلنا مش موظفين مش بنروح كل سنة نكسب بنفس الرقم يعني مسلا في روعة متر خمسين خمسين لا انا عايز اروح التسعة وعبين والتوانية واربعين ونزول للغاية تلاتة واربعين. فبنحاول. وده الهدف اللي بنعمل دراساتنا بنعمل بنغير فترات اعدادنا وبنغير النوعية اللي بنختار منها. يعني احنا من حوالي اسبوعين دخلنا جامعة الازهر واختبارنا مال يقلها الف ومواتين طالب كليلات ربعية ضيار عشان نشوف موهبة في المية متر جديدة. بعد كده بنشوف وهكذا يعني الواز في الرامي بنشوف يعني الهدف ان احنا نوصل نقرب لارقام العالمية. من وراها بيجي الاحتكار بالمراكز الجمهورية بتقديم اه تمانين فيماية قاوم منتخب من النادي الاهلي. اه اه ندي ربا سنوط تعالى عشان خير ان احنا نقدم في الانوبياد الجاية او اللي بعد الجاية حد تاني يشرفنا. بإذن الله. دي خطتنا في في النادي الاهلي ان شاء الله. بإذن الله. ايهاب عايزة اخراج شوية من العاب القرى. هوات ايهاب عبد الرحمن خارج خارج العاب القرى. اه ما فيه هل نتجمع وكرة. بس. هل نتجمع كده مع بعض. ايش بلاي ستيشن اكبر. لا خالص بقى. لا لا هي في بلاي ستيشن. بس يعني الهويات لا لا. برضو. ايه طريب قولي الغزام ايه. مع اني ما معرفش هلعب والله. والله مع اني ما عرفش هلعب بس سبحان الله هي ماشي معي كده. برضو تكسب. ماشي معي كده. وش الساعد. اه طبعا. تقول لي ايه وش الساعد على الهواء كده عايزك تبصر الكاميرا وتقول لها كلمتين. اه. هي صعبان علي. هي بصراحة صعبان علي يعني الفرح جه وهسافر ودنيا في يعني. مش تجي معك. والله انا كان نفسي. اه. انا كان نفسي. بس حقيقي عارف دي معسكرات مقفولة فانت لازم. لا اي خدمة باخدك على هوا برضو واحدة. اه طبعا. اخدمك برضو بادري اه في جوازك. والله انا بقول لها انا بشكور على الفترة الفترة دي كلها وهي فعلا استحملت كتير الفترة دي. اه. وكمان ما كانش عندها اي مانع خالص لما قلت انا هسافر وانا 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 وانا. اه. فيا رب يا رب بقدر ان انا سعدها او. بنوفقك. يا رب. يا رب. اتمنى لك. اصورتك الكريمة. بص الكاميرا على طول هاخدك اسئلة سريعة جدا. تمام. وانا طبعا اول حاجة ابو يا وامي يعني اه مهما اشكركم مهما يعني اولا بحبوك ادي ايه او مش مش هيوفي حاجة من اللي هم عملوه صادي معي وقفو جنبي وان شاء الله رب ان شاء الله رب دايما اخليكم مبسوطين وارفع راسكم دايما واشوفكم دايما يا رب كده بصحة وعافية على طول ان شاء الله. جمهور الاهلي. انا اشكرهم جدا جدا على وقفتهم جنبي بعد الوقف يعني يمكن لو مش هما انا كان زواني دلوقتي بطلت. مية مية كلمة اخيرة للكابتن ياسر داود في رئيس جهاز العلعاب القوة في اخر حالتنا النهاردة اللي انا بجد استمتعت معاكم جدا. ربنا خيالك انا بشكر جميع من ينتمون النادي الاهلي. من اعضم اجسدار رئيس النادي. لحضرتك. الاخير عزيز. للعملين على القناة اللي عاملين في نشاط رياضي للدنيا كلها. لان فعلا اه النادي الاهلي بيمثل اه لوقود اه الرياضة المصرية في جميع المسابقات. ما بين الالعاب. فكلم اخيرة بقول احنا ان شاء الله دايما بنكون عند حسن الظن. عشان كده بن 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 حسن نفسينا بن نصقف نفسينا بنقوي نفسينا بن بنحلم زي ما كابتن اهاب وكل الناس بيقولوا اه واحنا مش نخزي لكم واحنا الحمد لله بنسعى لهذا دايما والدنيا ماشية والقافلة تسير. نورتنا وشرفتنا كلمة اخيرة للاعلام المصري يا كابتن اهاب تقول لهم ايه عايز ايه من هم دعم في المرحلة اللي جاية. انا عايزهم بس اه ان هما يدعمون شوية. اه يبقى في خطة هم عارفين الخطة اللي موجودة بتاعت كل اللعب. اه. اه يعني ما 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 يحسبوش على حاجة احنا عندنا اللعبة الفردية عندنا. اه. مش كل ماتش انا هارمي كويس. انا بقى 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 عشان كل شوية اصاعد. اه. للحاجة معينة. اه. ما تحسبني. يعني مثلا انا فاكر على الفين واربعتاشر انا ميت تسعة وتوانين متر. وجيت مستوى بقى شوية. وعملت تاني افريقيا. ان طبعا الناس كلها ازاي تعمل تاني افريقيا وانت كسبان دور. من عندي كاس علم يا جماعة ما ينفعش يبقى. يعني مش هينفعها كسب لتنين. انا بالنسبة لي افريقيا دي محطة للتأهيل. بس. فانا بعدها روحت كاس العالم كسبت كاس العالم. فقالك لا هو فعلا الخطة كانت كويسة. انا حابب ان هو احنا ندعم الناس كلها. نستنى لعندما نشوف النتيجة في الاخر. ما نحكمش من الاول. طبعا. بس. مش عاسو لها يا حاجة تاني? انا اشكرهم جدا الفترة الفاتي دي واشكر حضرتك جدا بسرعة على استضافها. انت انا ارطني وشرفتني وبنصدقني مفسود بيك جدا. ربنا يا خلاحية. عادت مع كابة الهان عبدالرحوان دي تاني مرة ورعيبة جدا انتكلم. فعلا نجم كبير. عفوا. نجم كبير وقال كلام مهم جدا. صدقوني. بقول لكل الرياضيين. وكل الاشبال وكل الناشئات والناشئين. اسمعوا كلام نجم كبير. ان شاء الله نستمتع معايا ونحلب معايا حلم جديد. للتقاهل بازن الله لطوكيو. وفي نفس الوقت. تقف ونسمع العالم. ونسمع عشيد مصر ونرفع عالم مصر. ان شاء الله في توكيو عشنا. ان شاء الله دعوات حضرتك ان شاء الله. بازن الله. نورتوني وشارفتني. في اخر الحلقة فعلا نوروني جدا جدا كابتن يهاب وكابتن ياسر داود. ودايما العاب القواه في تقلق وتواهج داخل الناجي الاهلي. في اخر الحلقة بشكركم. والى اللقاء.